اشتركوا في القناة منذ لحظات انطلق شوطن جديد من انطلاقات الخير والبركة وشوطن السادس عشر في منتهى هذا الانطلاق الجميل خصص الجحدان اللقاء المهجرات الصائل لابناء القبائل ولكن ابن ذكر التوقيت وان شاء الله عن زعفرانه صاحبة التوقيت الافضل حتى هذه اللحظة تهانينا لمحمد بن احمد بن حلوة الاجتبي بمناسبة هوزه في المركز الاول وحصوله على التوقيت الافضل في جوطن البكار المهجرات للصائل بنقو سدقائل سبع ثواني واحد وسبعين جزمة ثانية وايضا الشكر دائما الموصول لدعم هذا الشعار احمد بن حلوة الاجتبيه سلام يا ابو بحمد هكذا هي النتيجة ايها الاخوة حاضرة ولكن اللي هوضيف في المركز الاول من يستفتح هذه لدعم حمد عبدالله مصميح الفلاسيح الشباب الخوانيج النقل على المركز الثاني اللي في المركز الثاني حبشان مطار بالسالم بالعرطي الحبيري وفي المركز الثالث رعد خلف من مطار بالعلوان النقل على المركز الرابع اللي في المركز الرابع حشيم محمد بن راشد بنك حيد وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك المحيد خلف بالمطار بالعلوان وفي سادس المراكز سهم علي بن عبدالله بن علي بن واس وفي المركز السابع شعار سالم بسلطان بن واس مع رعد وفي المركز الثامن في المركز الثامن نعم الغزال لراشد بن خلب وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني مشعل لعلي بن عبد الله بن امعه الخلي وفي المركز العاشر والاخير من يأتي الفارس حمد بن عبد الله بن احميدات الشبي هكذا هي النتيجة هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز دعناها عليكم بالوفا والتمام ونحن بعد المركز العاشر نذهب إلى صدارة الشوت نذهب إلى صدارة الشوت خمسة عشر أو ثمانتعشر اسم يتواجد خمانتعشر اسم يتواجد في هذا الاطلاق في وداعية هذا الشوت وداعية هذا اليوم يوم اللقاية يوم اللقاية ولكن اللي غير الغزال يتغزل على الجعدان يتغزل على أرضية ميدان اهل راشد بن خلف بن مطر بن علوان الاجتبي بينما هناك ضيف ضيف يأتي بثاني المراكز محمد بن عبدالله بن صبيح الفلاسي النقل على المركز الثالث اللي في المركز الثالث محيط خلب بمطر بالعلوان وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع من حبشان مطر بن سالم بالعرضي وفي المركز الخامس هناك مع بن جهيد اللي يقدم حشي محمد بن راشد بن جهيد وفي المركز مركز مركز داهم لسالم بن خلاف بن مطر بن علوان وفي المركز التاسع هنا مشعل علي بن عبدالله من يمعل لفلي وفي المركز العاشر رعد خلاف بن مطر بن علوان هكذا ايها الاخوة اه كانت النتيجة حاضرة في هذا الانطلاق شوط الوداع شوط الوداع والكل عاشق الناموس ولكن بن علوان اللي اللي غير على صدارة الشوط غير المواقع غير خطة هذا الشوط حتى هذه اللحظة اللي مسيطرا على المركز الاول صامدا على هذه النقطة الوداعية لهذا الانطلاق سن اللقاية سن اللقاية الجعدان المهجلات الاصائل والكيلو الاخير الكيلو الاخير الكيلو الخطير الكيلو الحساس ولا زال الغزال لا زال الغزال محافظ على مستواه الراقي محافظ على مستواه الجميل للراشد بن خلط بن مطر بن علوان الاشمي ولكن نظيف ضيف ايها الاخوة هنا بثاني المراكز لمحمد بن عبدالله بن صويح وصل بن قحيد وصل بن قحيد صاحب النجمة حلالة الصفرة نجمة زحبيل ايضا تلاحق بالمثالة المراكز سنتقل من موقع الى موقع محمد بن راشد بن قحيد وفي المركز الرابع الشمالي محمد وفي المركز الخامس هناك السيد سالم بن خلاف بن علوان اللي هم داهم الله يا بوسنات يا سلام يا بوسريدة الله يا بخلاف مسيطر على البركز المسيطر على مقدمة الشوت وبقول صبحكم الله بالخير يا هلالخوانيج يسعد صباحكم يسعد صباحكم لو تكلم شوي يسوي عرض لجماهينه يسوي عرض لمحبينه يا سلام يا الخزال يا سلام يا الغزال والنقطة الثانية الى عزمة ابو مطر داعمي هذا الشعار تحانينا لراشد بن خلاف بن مطر بن علوان الاجتماع بمناسبة فوزة باول المراكز وصعدت صباحا كافة يا هلالخوانيج وخط النهاية يراقب يراقب من صاحب المركز الاول فنبشر خط النهاية بنى الغزالة هو سيد الموقف المركز الثاني محمد بن رايد من قحيد المركز المركز الرابع محمد عبدالله وصبيح وفي المركز الخامس ايها الاخوة شعار خامس المراكز اللي هو طلالي لحمد بن مطر بن محمد ورفيعة هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة ست دقائق ستعك الثانية تسعة وستين جزب الثانية تهانينا ونامش كل شكر والتغذين للادي دبي شكرا لرئيس اللجنة اه سعيد محمد بن حزين والكوكبة الجميلة شكرا العامة وسلطان هاجمي مع تحياتي معلقكم من هذا الميدان نوافهم فاضل وإلى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة